هم دلوقتي سلطة التونة بالخيار مخلل لأقول له حضراتكم مكونات عصير لامون مايونيز تونة كرافس وبصل أخضر خيار مخلل شبت وطماط طبعاً القصة كلها هتبقى أغلبها تقطيع المايونيز أنا غيرت البولات لأن في بولة بتبقى لو البولة من تحت مش سلكة يعني زي دي كده مثلاً فيها فيها شكل دي مش هتساعدنا قوي أنا عرف أعمل فيها درسنج مش هعرف أقلب فيها كويس فدايماً نحاول نستعمل الدرسنج ببولة تبقى كلها مية واحدة علشان وانا بقلب تبقى ماشية كويس هحط نص اللامون دلوقتي كده يبقى عندي الشبت هقطعه مرة واحدة ولما هوصل للحطة النشفة هسيبها عشان دي سلطة هقلب بقى التونة في الدرسنج وحدود دلوقتي يشوف أخبار اللامون إيه طبعاً أنا مش حط ملح خالص لأن الخيار مخلل حادث